ثم أحبائي شيء آخر سلطان المسيح على الطبيعة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض من عروش وسيادات الكل وبه وله قد خلق فالمسيح ليس فقط الغافر المسيح الخالق والمسيح اللي قبل السجود والعبادة سلطانه على الطبيعة لأنه هو الخالق هدأ أمواج البحر أسكت الريح مكتوب فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم فسكنت الريح وصار هدوء عظيم من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه ثم أحبائي السلطان على الطبيعة على سمك البحر الكتاب يتكلم عن معجزتان فشل فيها التلاميذ في لوقة خمسة صادوا سفينتين كاملتين وبعد القيام صادوا 153 سمكة مين اللي إله القدرة على خلق السمك وعلى الطبيعة في الحال يصطادوا هذا الكم الهائل من السمك لحتى بالعكس يعني كان بطرس لازم يدفع ضريبة الهيكل فالرب يسوع طلب من بطرس أن يروح للبحر ما قالهش التوقيت ولا المكان ولا الزمان قال له بتلقي السنارة وأول سمكة بتطلع يعني بتصيدها رح يكون النقود العملة موجودة بفم السمكة يعني ما قالهش تروح لكفر نحوم ولا الطابغة ولا تشيرشوف برايميسي ولا الجهة الأخرى أو مكان معين ما قالهش روح السيعة الفلانية قال له بتروح لما بتلقي السنارة رح تطلع سمكة يعني كأنه السمكة جاهزة بتستنى بطرس أنه يطلعها من هو هذا إنه أعظم من نبي أعظم من نبي إنه المسيح الله الظاهر بالجسد كلمة الله أحبائي ثم أحبائي المسيح هو يعني نازل حتى من جبل الزيتون شاف تيني المفروض أن يكون عليها الثمر فقال لا يكون يعني فيك الثمر بعد يبسط التيني في الحال ولما رجعوا تاني يوم وجدوا التيني يابسة كلها من فوقها لا جذورها من الذي يستطيع أن ييبس التين في الحال فتيبس هو عنده سلطان على كل شيء من يستطيع أن يحول الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائح له يعني فقط طلب من الخدم إنه يملأ الأجران ماء وقال قدموا لرئيس المتكأ وعندما ذهبوا وابتدأوا يقدموا وجدوا أنه أفخر أنواع النبيذ اللي مش أسكرتهم بالحقيقة صحتهم وقالوا طبعا الخمر الجيدة أبقيتها للآخر اشتركوا في القناة